وبالنسبة لضبط النمو السكاني وهو موضوع في غاية الأهمية فقد بدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج 2 كفاية في يناير 2019 حيث استهدف نحو 1 و 1 من 10 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتم تنفيذ 1.220.000 زيارة طرق أبواب وتحويل 578.000 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة وبالنسبة للإسكان فإن مصر تقترب من الوصول إلى رقم مليون وحدة سكانية منشأة في خلال خمس سنوات في آخر عامين فقط تم توجيه السمارات تقدر بـ 54 مليار جنيه لتنفيذ 203.000 وحدة سكانية منها 147.000 وحدة إسكان اجتماعي والباقي مشروعات مختلفة للإسكان المتوسط والإسكان التعاوني وإسكان البدوي وإسكان النوبة وبلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان حتى هذه اللحظة أكتر من 920.000 مواطن فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة النتك عن هذا البرنامج ما يقرب من 800.000 فرصة عمل وفي مجال تطوير العشوائيات كان المستهدف هو الانتهاء من تنفيذ 80.000 وحدة جديدة كبديل للعشوائيات وتطوير 1.100 سوق عشوائي ولقد تم تطوير 159 منطقة غير أمنة من خلال إنشاء 85.500 وحدة سكانية وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق الغير أمنة حتى هذه اللحظة 342.000 مواطن كما تم تطوير 1.390 سوق عشوائي وتنفيذ أكثر من 83.000 وصلة صرف صحي منزلي استفادت منها 431 قرية ليصل حجم المستفيدين إلى 908.000 مستفيد وبالنسبة للمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وجهت الحكومة في خلال العامين الماضيين استثمارات تجاوزت 60 مليار جنيه لتطوير المدن العمرانية الجديدة القائمة وأيضاً توفير مبلغ 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع وعددها حوالي 22 مدينة جديدة بنعمل فيها في هذه اللحظة من بينها طبعاً العالمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة وغرب السيوت وغرب المينيا وكل المدن اللي النهاردة حضركم بتتابعوها معنا وأولت الحكومة أهمية كبرى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى حيث تم تخصيص عدد كبير من قطع الأراضي داخل هذه المدن لإنشاء مشروعات إسكان حضري تستوعب قاطني المناطق الغير مخططة فضلاً عن البدء بقوة في تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية مثل منطقة تطوير مسلس ماسفيرو ومنطقة مجرى العيون والقاهرة التاريخية مدان التحرير مشروع مامشى أهل مصر وإنشاء كورنيش على نهر النيل بالكامل لكل المواطنين كما استهدفت برنامج الحكومة في نهاية 2022 الوصول بنسبة تخطيط الصرف الصحي في المدن لمية في المية ترجمة نانسي قنقر